اشتركوا في القناة الموافق الرابع من يناير من العام 2022 وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط شركة سويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاق قبل أن نبتدع فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على اليورو وتصدر في تمام الساعة الحادي عشر وخمسة وخمسون دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو معدل التغير في البطالة الألمانية ثم سوف يصدر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي يؤثر على الجنيه الاسترليني وتختتم البيانات لهذا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ببيانات هامة تؤثر على الدولار الأمريكي وهي فرص العمل ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الاسم إذن أخواني العزاء نبتدع فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي مثل ما تحدثنا في التحليل السابق أنه قد بدأ بمحاولة بناء مراكز شرائية أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم مما ينجم عن إيجابية للدولار الأمريكي مقابل العملات المختلفة ومزيد من الضغوط على ملك الملاذات الآمنة الذهب وعلى غيره من السلع الأخرى وحتى اللحظة لن يؤكد مؤشر الدولار الأمريكي انطلاقته بشكل جاد إلا باختراق مستوى 96.500 والثبات أعلى فحين سوف نشاهد تفوق وقوة للدولار الأمريكي بشكل قوي خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار هو الآخر قد تراجعه ومحى مكاسب اليورو الذي حققها في الجلسة السابقة وحتى اللحظة يحاول الزوج الاقتراب والتداول حول مستوى الدعم المحوري الماثل عن مستوى 1.13000 والذي إذا نجحت الأسعار بكسر هذا الدعم والتداول دونه سوف يلغى التريند الفرعي الصاعد ويعود مجددا الزوج إلى المسار الرئيسي الهابط الذي يستهدف مستوى الـ 1.1350 هو 1.11600 ولكن يشترط لتحقق هذا السيناريو هو كسر مستوى الـ 1.13000 أما إذا فشلت الكسر لمستوى الـ 1.13000 قد نشاهد محاولات لبناء تصحيحات قد تصل لمستوى الـ 1.13500 خلال الجلسة الحالية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار وهو الآخر نشاهد قوة الدولار تطغى أمام الجنين الإسترليني وتعيد التداولات دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أدنى مستوى الـ 1.35000 لا تزال تضع الزوج تحت الضغوط البيعية مجددا ليستهدف مستوى الـ 1.34200 ومائتين وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة خلال التداولات القادمة ويشترط لتحقق الأهداف المذكورة واستمرارية السلبية للزوج الثبات أدنى مستوى الـ 1.35000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون وهو الآخر لا يزال يستمر بالتداولات الإيجابية وحتى اللحظة يقترب من منطقة مقاومة هامة وهي مستوى المئة وستة وخمسون والذي إذا نجح باختراقه سوف نشاهد استمرارية الإيجابية للزوج والانطلاق نحو مستويات 157 على الشورت تيرم وقد نشاهد مستويات 160 على اللونغ تيرم خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى ويشترط لتحقق السيناريو هو اختراق مستوى 156 وطوالما أن الزوج يتداول أعلى مستوى 155 لا يزال السيناريو المرجح فنيا هو الإيجابي الصعد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ويعود الدولار الأمريكي ليضغط على الدولار الإسترالي مجددا وها هي الأسعار تعود لتتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا استمرت التداولات دون مستوى 0.72760 لا يزال السيناريو المرجح فنيا هو الهابط وإذا نجحت التداولات بكسر مستوى 0.72700 وتأكيد هذا الكسر سوف نشاهد هبوط الأسعار نحن مستوى 70.571 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونبارك لكم تحقيق الأهداف السابقة الذي تحدثنا عنها في التحليل السابق وحتى اللحظة لا يزال الدولار الأمريكي يسيطر على الزخم الصاعد وبثباته أعلى مستوى 115.500 سوف نشاهد محاولات استيناف المسار الصاعد واستهداف مستوى 116 و116.500 كأهداف متتالية خلال الجلسة الحالية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وبناء على التدخلات التي حصلت يوم الأمس من قبل المركز التركي وأيضا التصريحات التي أدلى بها السيد رجب طيب أردوغان حول الليرة التركية والإجراءات التي اتخذها شاهدنا الهبوط الذي حصل ولكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد للمسار الهابط بشكل فني بحت ولكن هناك لدينا محاولات لتحقيق بعض المكاسب من الدولار الأمريكي وبشكل عام إذا نجح الدولار الأمريكي بالتفوق واكتساب الزخم الصاعد ونجح الزوج باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونجحت التداولات بالثبات أعلى مستوى 13.30 قد نشاهد محاولات لاستعادة الزخم الصاعد مجددا واستهداف مستويات الأربعة عشر وخمسة عشر ونصف خلال التداولات المتوسطة المدى ولن نستطيع أن نجزم بسلبية الزوج بشكل تام وقطعي بناء على التحليل الفني إلا بكسر مستوى 12.10 والتداول دونها إذا أخوائي ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وهو يتداول بالقرب من منطقة الدعم المحورية ومستوى الحاجز النفسي الماثلين مستوى 46.300 دولار والذي إذا أكد تأكيد هذا الكسر بناء على قاعدة السلوك السعري سوف نشاهد استيناف الهبوط للبيتكوين ونشاهد التداولات السلبية خلال الفترة القادمة الذي قد تصل بالأسعار إلى مستويات الأربعة واربعون ألف واربعون ألف وسبعة وثلاثون ألف دولار كأهداف متتالية خلال المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل ونلاحظ أن الريبل هو الآخر قد نجح بتحقيق الأهداف الذي وضعناها في التوصية الذي تم نشرها على البرودكاست وعلى حسابي في سناب شات ونبارك لكم أخواني العزاء تحقيق الهدف الأول والثاني لهذه التوصية وحتى اللحظة الريبل لا يزال على الشورت تيرم يتداول في ظل المسار العرضي المحصول ما بين مستوى 80 سنت وتسعين سنت ولن يحدد مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختلاق أحد أطراف القناة العرضية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وبقوة الدولار شاهدنا الضغوط الذي تعرض لها الذهب ويوم الأمس نجح الذهب بكسر الدعم الذي قد صنفناه في التحليل السابق كمفتاح للتداول وهو 1820 دولار وتحدثنا بكسر هذا الدعم سوف نشاهد الأسعار تهبط لتستهدف مستوى 1850 دولار و 1790 و 1780 وها هو تم تحقيق الهدف الأول وحتى اللحظة استمرارية التداولات دون المتوسط المتحرك وأدنى مستوى 1810 دولار للأنصة الواحدة قد يكبت الذهب المزيد من الخسائر ويهوي به إلى مستويات 1795 دولار و 1780 دولار للأنصة الواحدة ولن يستطيع الذهب فعليا محاولة الخروج من أضغوط البيعية واستئناف المسار الصاعد مجددا إلا إذا نجح بنقل التداولات القادمة أعلى مستوى 1810 دولار للأنصة الواحدة ويصنف مستوى 1810 دولار هو مفتاح التداول للجلسة الحالية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر يعود ليبني مراكز شرائية أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ويتحضر لاستهداف مستوى 77 دولار للبرميل الواحد والذي إذا نجح باختراقها سوف نشاهد امتداد الإيجابية نحو مستويات الثمانون دولار وثلاثة وثمانون دولار على المدى المتوسط بإذن الله تعالى وشرط استمرارية الإيجابية هو الحفاظ على الأسعار أعلى مستوى 74 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهب تتداول دون مستوى 23 دولار واستمرارية التداولات دون مستوى 23 دولار ودون المتوسط المتحرك قد تدخل الفضة في ظل الضغوط البيعية الذي قد تهوي بها إلى مستويات 22 دولار ونصف 22 دولار خلال المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونبارك لكم أخواني العزاء تحقيق الهدف الأول لتوصية الغاز الطبيعي الذي تم نشرها في خدمة البرودكاست المجانية على الواتس آب وأيضا على حسابي في سناب شات وحتى اللحظة أتمنى من الجميع حجز الأرباح وضع ستوبلوز أو وقف الخسارة على سعر الدخول تجنبا لأي إنعكاسات وانتظار الهدف الثاني بإذن الله تعالى وحتى اللحظة الغاز الطبيعي استقراره أعلى مستوى 3.70 يمنحه المزيد من الإيجابية ومحاولات التمسك بالزخم الإيجابي الصاعد للانطلاق نحن مستويات 3.94 خلال التداولات قصيرة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحقيق مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز هو الآخر يتمالك ويحاول التماسك بالزخم الإيجابي الصاعد ونبارك لكم أيضا تحقيق الهدف الأولي لتوصية مؤشر الداو جونز الذي نشرناها يوم الأمس وحتى اللحظة مؤشر الداو جونز لا يزال يتمسك بالزخم الإيجابي الصاعد وثباته على مستوى 36.400 لا تزال تمنحه المزيد من الإيجابية وتأكيد اختراق مستوى 36.600 بناء على قاعدة السلوك السعري يؤكد ويخلق فرصة شرائية قصيرة المدى تستهدف مستوى 36.800 و37.000 خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى ولكن يشترط لتحقق هذه الأهداف هو تأكيد الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري المشروح سابقا على قناتي في اليوتيوب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أندبورز الـ SP500 وللأسف تم ضرب وقف الخسارة والصعود مجددا لتحقق التوصية وتسعى نحو الأهداف التي وضعناها في التوصية التي نشرناها يوم الأمس ولكن حتى اللحظة ونعود للنظرة الفنية يقترب الـ SP500 من منطقة المقاومة الماثلة عند مستوى 4810 والذي إذا نجح باختراقها سوف نشاهد انطلاقها قادمة نحو مستوى 4850 و 4890 خلال التداولات القادمة وحتى اللحظة لا تزال الأسعار في الـ SP500 مدعومة إيجابيا وذلك باستمرار التداولاتها على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذا أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني ونلاحظ أن الدكس يحاول تأكيد اختراق مستوى 16000 وبتأكيد اختراقه 16000 سوف نشاهد الدكس يزور مستويات 16200 و 16400 خلال التداولات القادمة وبشرط الثبات أعلى مستوى 16000 إذا أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي وهو الآخر لا زال يتمسك بالزخم الصاعد وذلك باستمرار التداولات أعلى المتحرك لمدة 55 يوم وقد نشاهد النازدك يزور مستويات 16650 والذي إذا نجح باختراقه سوف نشاهد امتداد موجة الصعود لتستهدف مستوى 16900 و 17150 خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي يمان الله ترجمة نانسي قنقر